السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في فيديو جديد تحدي جديد من تحديات Power Query التحدي بتاع الاسبوع اسهل شوية متاع مرة اللي فاتت تعالوا مع بعض نروح على الاكسل ونشوف التمرين او التحدي بتاع النهاردة عندي تيبل فيه اربعة كولوم اول واحد الاسم بعد كده الادى بعد كده الباند والباند ممكن يكون مثلا الدرجة الوظيفية وبعد كده ديبارتمنت او الادارة اللي بيشتغل فيها كل موظف من العشرين موظف اللي عندنا هنا عندي جدول تاني صغير عايز استخدمه عشان اعمل بحث داخل قائمة الموظفين او داخل جدول الموظفين البحث هيكون بالدبارتمنت يعني مثلا لو كتبت هنا سبلاي تشين هدوس انتر واروح على الكويري طبعا ده جدول خارج من الكويري رايت كليك وحقوله ريفراش هيجيبلي الناس اللي موجودة في السبلاي تشين طب لو زودت بعد كده لو قلت مثلا عايز كمان الفاينانس رايت كليك وقوله ريفراش هيجيبلي السبلاي تشين او الفاينانس مش مهم العدد ممكن ازود كمان خلية فاضية مش هيحصل حاجة لو عملت هنا برضو ريفراش هيفضل السبلاي تشين والفاينانس الا لو زودت حاجة تانية او تكون مثلا السيلز ارجع تاني رايت كليك ورفراش هو ده المطلوب بالزبط لكن عايزك تاخد بالك الpower query case sensitive ولكن هنا انا كتبت من غير مراعي case sensitive يعني كتبت سبلاي تشين كلها صغيرة مع ان هي في اللستة الاس كابتل والس كابتل لكن انا كتبت كله بحروف سمول لاترز او حروف صغيرة نجرب مثلا ليجل نكتبها كلها ونجرب نعمل برضو هنا ريفراش هيظهر معي ليجل مفيش مشكلة يبقى انا عملت بحث داخل القائمة بحث متعدد ممكن احط اكتر من department ويجيلي اللستة بتاعتهم كمان تجاهلت موضوع case sensitive اللي موجود في الpower query يعني باي شكل تدخل الحروف بس مظبوطة هتجيلك الاجابة في ال query او في الجدول الخارج من ال query طبعا بعد ما تعمل ريفراش شروط التحدي النهاردة برضو بسيطة جدا كل المطلوب انك تنافز التحدي على الpower query اعيز تعمله باستخدام power query editor او user interface مفيش مشكلة اعيز تعمله باستخدام mcode functions برضو مفيش مشكلة ابعاتي لو سمحت الاجابة بتاعتك على الايميل اللي حيزة دوقتي الحال على الشاشة ولو بعتلي الاجابة او محاولة الاجابة بتاعتك هتلاقي اسمك ان شاء الله في نهاية الفيديو اللي هنقدر اسبوع الجاي اللي هيكون في الحل ان شاء الله في صندوق الوصف هتلاقي لينك للفايل اللي احنا شفتناه مع بعض كمان هتلاقي الايميل ادرس بتاعي وكمان هتلاقي ال subject اللي عايزك تحطه في الايميل عشان لما تجيلي الايميلات من عندك اعرف ان ده اجابة الحل بتاع التحدي مستني اجابتكو استنوني الاسبوع الجاي في الحل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته